النهاردة عن افتح لكم تليفونات انبارح كان يوم رسائل النهاردة عن افتح تليفونات من داخل مصر وخارجها من خلال الارقام اللي بتظهر معكم على الشاشة وايضا سنقرأ رسائلكم من خلال رقم واتسآب البرنامج اللي بيظهر امام حضرتكم على الشاشة تبعا بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة تم اللساني يفقه قولي نبدأ معكم النهاردة واحد تمانية كل سنة وحضرتكم بخير النهاردة من المفترض رئيس نادي الزمالك توعدنا باقتحام استوديو اللي تي سي وتوعدنا بانه سيقتحم القناة لتنفيذ بنود عقده الباطل الذي تم فسخه وعدم التعامل معه من قبل ادارة قناة اللي تي سي ونحن معكم على مدار السهرة ننتظر انجاءنا اهلا وسهلا مرحبا به وان كان هناك غير ذلك فيسأل الوله ليه ما قدرتش تروح قناة اللي تي سي نحن لسنا بلطقية ولسنا من هؤلاء الذين يهددون ولسنا فنجرية بو ولا جعجائيين نتحدث كثيرا ولا نفعل اي شيء وانما نحن معكم اليوم واحد تمانية توعدنا رئيس نادي الزمالك وتوعدني شخصيا وتوعد برنامج قرد بلدنا بانه لن يظهر اليوم على شاشة اللي تي سي كما توعد الاعلامية سميرة الدغيدي بانه سينفذ عقده عنوة وبالقوة في واحد تمانية الفين وتمنتاشر وفي حالة عدم تنفيذها للعقد سيقتحم القناة كما قال في مدخلاته التلفونية وفي فيديوهاته وفي تصريحاته الاعلامية اهلا وسهلا بك يا مرتضى يا منصور في قناة اللي تي سي ستحل علينا ضيفا عزيزا وتشرب القهوة وتشرب الشاي في كورة بلدنا لان كورة بلدنا لن يستطيع احد ان يمنعه من الظهور وقناة اللي تي سي برئيستها وشركتها المالكة الاعلامية سميرة الدغيدي ترحب بك بكل احترام وبكل تقدير نحن ابدا لا نتحلى الا بالاحترام نحن ابدا لا نستقبل ضيوفنا الا بكل تقدير اما اذا اساءوا الينا فهناك جهات قانونية ومؤسسات الدولة نعرف جيدا كيف نستعين بها بعض الله عز وجل لنحصن على حقوقنا كاملة بلا اي نقص يعني حضرتكم النهاردة دلوقتي الساعة 11 ونص وخمسة انا معاكم حتى السالسة صباحا في انتظار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لينفذ وعده باقتحام القناة واقتحام استوديو كوريد بلدنا وعليك انت اعرفوا ان احنا بنستعين بالله ثم دولة المؤسسات المحترمة عايز اقول حاجة مهمة جدا ان سقتنا في الدولة المصرية ليس لها اي حدود وان سقتنا في الرئيس المحترم عبدالفتاح السيسي الذي يحارب الفساد والمفسدين ونحن معه ونمسك على يديه لن تثنينا ابدا الا ان نواضب على ما وعدناكم به من خلال اعلاء صوت الحق ابدا لن يكون لصوت الباطل مكان في برنامج كوريد بلدنا وابدا لن يكون الا للمهنية والحيادية والاحترام مكان لدى كل العاملين في برنامج كوريد بلدنا ليس لدينا ردود الا بالمهنية وليس لدينا تناول الا باحترام وتقدير لكل انسان يأتي اسمه على لساننا او نتناوله بخبر او ننتقد في موضوع او نسني عليه عندما يصنع صوابا لن يجعلنا احد ان نحيد على هذا الخط وسنظل نتمسك به دوما